السلام عليكم مرحبا بكم جديد مع قاتري لمياه اليوم ان شاء الله سوف نرى مجموعين بريوش بالفروي فري و الفروي كوفي بالنسبة لهذا البريوش سوف نحتاج 350 جرام 50 جرام تسانية 8 جرام الحميرة نضيف جوج مع الكبار بودرة نضيف جوج صفر البيض نضيف 200 جرام الماء سوف نضيف 1 جوجه لبريوش نضيف 200 جرام الماء و نضيف 1 جوجه لبريوش نضيف الماء المكونات مع بديتها سوف نضيف زبدة بحرارة المطبخ 50 جرام زبدة سوف نضيف زبدة زبدة نضيف زبدة نضيف 4.15 مليليلتر حسب الطريقة التحضير الكريم سوف نخلط هذه العناصر مع بعضها نضيفها على النار و نضيفها حتى يوجد الكريم ثم سوف نضيفها في إناء و نضيفها جيدا حتى لا يدخل الهواء و نضيفها في تلاجع و نضيفها و نضيفها و نضيفها و نرى المرحلة و نرى المرحلة و في الصفلة أود نضيفها و نضيفها مثل قwheel و نضيفها و ا Commission كما ترى يجب ان نضيف ونضيف ونضيف نضيف كم يأتي بوشة كرمه بيوه كرمه بيوه لا تخافه بيوه لا تستمر بيوه نضيفه نضيفه لن تحديد أخرى نحن نضيفه المشماش و القرقع و القوز نشيك بإختيارات المشماش و القوز اضحوا تنجيل الفران على درجة 180 درجة نحن اضحوا نجاح تنجيل هذا البريوش يتخبرون في 3 مراحل نحن نحن مزحوص على درجة 180 درجة نحن نضح المزحوص اذا انظروا الى ان تقديم الى جده انظروا الاستمرار اجعلوا افضل افضلات الاشتراك نترجم الى لايك اشتراك وشكرا انا انظروا في القناة